السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بمتابعين قناتي أطيب الوصفات مع نوفا شرفتوني ونورتوني النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا حتى توقعوني في أي دولة إن شاء الله في أي وصفة هعملها الوصفة النهاردة وصفة عراقية كليتشا عراقية لو اللفظ مش مظبوط في الكلمة الأخوات العراقيين فسامحوني أنا مش يعني شطرة قوي في اللهجة بس يعني على قد كليتشا عراقية من أسهل وأجمل الوصفات إن شاء الله حتعجبكم مكونات بسيطة وسهلة جدا وطعمها فعلا رهيب ندخل على الوصفة ونشوف المقادير معي هنا كبايتين دقيق ونص دي الكباية اللي أنا بعير بيها كبايتين ونص من الدقيق طبعا إحنا نخلين الدقيق كويس ومعي كمان ربع كباية زبدة زبدة دافية معي معلقتين من السكر معي معلقة صغيرة من الملح معي معلقة من هيل المطحون دي معي كمان معلقة معي كمان ربع كباية من المية الدافية وكمان معلقة من السكر عشان نفعل الخميرة بضيف السكر على طول على المية ومعلقة خميرة بضيفها هي كمان على السكر على المية بخلطهم كويس وبعدين بغطيهم واسيبهم يتفاعلوا كويس جمعي كده لما أجهز الدقيق والمكونات التانية هنا نبتدي بقى مع الدقيق هنعمل ايه هنضيف السكر معلقتين زي ما قلت أسهل من كده مقادير وأبسط من كده فعلا خرافة وكمان رشة الملح معلقة صغيرة أقل من معلقة وهنا كمان معلقة الهيل المطحون طبعا حابة تزويدي الهيل ده شيء بيرجعلك نكهة الهيل جميلة جدا في الوصفة دي طحفة يعني بصي رهيبة هنا خلطنا المكونات مع بعض السكر والهيل والملح بضيف الزبدة زي ما حكيت الزبدة لازم تكون دافية لو الزبدة سخنة قوي هتخلي العجينة معي لونها اسود فلازم أكون حريصة إنه الزبدة تكون دافية يعني بتحملها كده بإيدي دافية مش سخنة قوي ولا بردة كل اللي هعمله إن أنا هخلط الدقيق مع الزبدة مع المكونات اللي أنا ضفتها لحد ما تبقى معي رملية حفظة الأعجن فيها كده وعلى إيدي زي ما بنبقى نعمل الكعكة عندنا في مصر الوصفة دي بتشبه الكعكة المصري والمعمول بس كل واحد بقى وطريقته ومكوناته وإضافاته حفظة الأعجن فيها لحد ما تبقى شبه الرملية كده هو ده الأساس بس بعدين بضيف عندي الخميرة لما اتفعلت معايا وبعجنها أفضل أعجن فيها وأجهز عندي كمان آآ مية سخنة مية دافية عشان أكمل عجن فيها في ناس بتعجنها بالحليب الحليب السايل آآ وفي ناس بتعجنها بالمية آآ أتمنى بقى الوصفة إن شاء الله هتعجبكو أنا عجبتني ولي صديقة حبيبة قلبي عراقية آآ أول ما عملت الوصفة ودوقتها يعني حرفيا زي ما قالتلي حقولكو آآ هنا بقى المية وضيف واحدة واحدة من المية لحد ما نعجينا تبقى جاهزة معي آآ بقولكو هي حكيتلي حرفيا أنا ما أكلتش كليتش عراقية من أيام ستها الله يرحمها آآ فطبعا فرحتني بالجملة دي بتقولي هي دي فعلا الكليتش العراقية اللي إحنا آآ من أصل بغداد آآ اللي متعودين عليها يعني بتقولي حرفيا زيها بالزبط آآ شايفين يعني لما تبقى واحدة مصرية تعمل وصفة عراقية وتعملها ممتازة كده آآ فيعني أنا مبسوطة جدا إنه طلعت الوصفة فعلا مية في المية أنا كتير دقتها وحبتها عشان كده عملتها آآ وصفة جميلة جدا وطعمها لذيذ نكهة الهيل فيها تحفة والحشوات اللي أنا عملتها بيها كمان تحفة يعني تستاهل التجربة وتغيير داخل علينا العيد هما دايما بيعملوها في الأعياد وغير الأعياد كمان بيعملوها جميلة جدا شايفين العجينة معايا جهزة هيط وبغطيها وبسيبها على جنب تخمر آآ بيعملوها زي عندنا كده في مصر في الأعياد وفي أي مناسبة يعني مش دايما بنسيبها للعيد دي نعملها لأ هما على طول بيعملوها بس مشهورة أكتر في الأعياد جميلة جدا الوصفة فعلا تستاهل التجربة يعني ما ندخل بقى على الدول إخواتنا كده الدول العربية ونعمل منهم وصفات وزي ما هما بيعملو الوصفات بتاعتنا فلازم بقى نجرب كل حاجة وناخد رأينا كده فيها هنا الحشوة بقى جوز اللي هو عين الجمل أنا فرمته بالسكينة أنا ما حبيتش أفرمه في الكبة علشان ما يبقاش نعم قوي معي هنا ضفت عليه معلقتين سكر ومعلقة هيل مطحون وكمان ماء الزهر هما فيه ناس بيتعجنها بالمية بس نكهة ماء الزهر فيها أجمل وأجمل وصفة في منتهى الجمال يا جماعة هتعجبكم فعلا بس بخلط الحشوة كده مع بعض وبسيبها على جنب هم أوقات يحشوها كمان سمسم أوقات يحشوها جوز هند ويرش عليها سكر بيحشوها على فكرة الملبن بس مش عارفة تذكر الملبن اللي هي الراحة في الأردن بس مش عارفة تذكر هي بيقولوا عليها إيه في العراقي إن شاء الله حيكتبولي الاسم في الكممنتات ويقولولي اسمها إيه هنا الحشوات جاهزة معي العجوة أنا كنت عجنتها بالزبدة وبرضو حطيت عليها معلقة هيل هنا الصينية اللي هشتغل عليها وحطها في الفرن دهنتها زبدة لو متوفر عندك ورق زبدة حطي بس أنا اللي كان عندي زبدة دهنتها عشان ما أكون في المضمون العجينة خلاص جاهزة معي خدت بس نص الكمية التشكيل ما شاء الله ولا أسهل من كده بفردها بس هنا بالنشابة أو المردنة زي ما بتقولوا بفردها السمك يكون مش مخمل قوي لإني هوريكوا دلوقتي طريقة الحشوة هنعمل إيه لسه هخليها رقيقة كمان بفردها كويس ولا بضيف أي حاجة تحتها ولا دقيق ولا زبدة ولا أي حاجة ما شاء الله بتتفرد معي بكل سهولة وجميلة جدا هنا معي أي كوباية أي شيء دقيري عندك شكلي بيه أنا حبيت الحجم ده وممكن يكون صغير شوية بالنسبة لهم هما بيعملوا أحجام كبيرة وأحجام صغيرة بس أنا الحجم ده مناسب عندي بقطعها كده بالكوباية وببتدي بقى أوريكوا حنشكلها إزاي بكل سهولة وبالطريقة اللي هما بيعملوها فعلا يعني نفس الطريقة بالزبط الحشوة الجوز لها طريقة في التأفيل وحشوة العجوة لها طريقة تانية في التأفيل أو في التشكيل زي ما انتوا شايفين بمسك القطعة حستها تخينة معي شوية بوسحها شوية معي بحط الحشوة فيها زودي حشوة لأنه أساس إن تكون زيد الحشوة فيها بحط الحشوة اللي أنا عايزاها الكمية المفروضة تكون زيادة وببتدي أقفلها شفتي تأفيلة السامبوسك اللي احنا متعودين عليها يمكن ما تكونش واضحة عندكم كده شايفين هنا بقفلها على بعض أكني بقفل السامبوسك بس الحرف عندي بضغط عليه بخليه رقيق شوية علشان أعملها كده أتنيها بالشكل ده التانية دي هي أساس التشكيل لإنه إحنا مش بنعملها بالأشكال بتاعت المعمول ولا كده هي دي التطفيرة الصغيرة دي هي أساس التشكيل بتاع على فكرة كلش كلش طيبة أنا عايزة بقى إيه يقولولي كلماتي مظبوطة ولا لأ هنا بعمل كمان واحدة قدامكم عشان تشوفوا شايفين التقفيلة بقفلها على إنها سامبوسك الحشوة زيادة هو ده أساس الكليتشا إنه يكون الحشوة بتاعتها زيادة بضغط على الأحرف بتاعتها عشان تبقى رقيقة معايا لما أخليها أتنيها زي ما انتو شايفين كده شايفين الصوابعي بتنيها على بعض كده عشان تديني التطفيرة الصغيرة الحلوة قوي اللي بصراحة بتعجبني وما بتاخدش أي وقت وجميلة جدا شايفين شكلها جميلة جدا أكنك بتعملي سامبوسك كده وبتقفليها أو لا القطيف ما بنعملهاش كده لا زي سامبوسك كده جميلة جدا هنا عملت الكمية اللي كانت قدامي آخر واحدة قلت عملها تاني قدامكم عشان تشوفوا هنا بخليها رقيقة معايا وبحشيها تاني من الجوز طبعا زي ما حكيت لك أجمل حاجة فيها إن الحشوة تكون زيادة طعمة الهيل في العجينة وفي الحشوة تحفى شايفين التقفيلة بقفلها كده بضغط عليها كويس وبخلي الأحرف زي ما حكيت إنها تكون رفيعة علشان آآ في التشكيل معايا تبقى مش يعني الأحرف بتاعتها ما تكونش تخينة كده اهي بالشكل ده باتني الأحرف جميلة جميلة وسهلة على فكرة مش ما بتاخدش أي وقت وفي التسوية كمان ولا أسهل من كده شايفين؟ حلوة قوي أنا بحبها جدا ببتدي بقى جاهز الحشوة التانية باخد من العجينة وعمل معاكو العجوة برضه حاخد كمية كده بسيطة على قدي عشان بس أهم حاجة بقى في العجوة إنه نفردها ناعم قوي إيه نفردها والسمكة هيكون رفيع قوي برضه حفردها دائرية مش هرش دقيق ولا زيت ولا أي حاجة يا جماعة هي بتتفرد لوحدها في الأول بس بتلف معاكي بس بعد كده بتتفرد على طول هنا بقى بخليها رقيقة جدا ليه؟ لإن إعنا هلفها رول فمش عايزة تكون سمك العجينة زيادة قوي جوه الحشوة أتأكد إن كلها سمك واحد زي ما أنتوا شايفين كده لما تبقى خلاص كده تمام ببتدي أجيب العجوة العجوة هنا لازم نخليها بصوه يعني مفروض إن أنا أفردها بالمردنة كمان وخليها رقيقة جدا ووزحها على العجين بس أنا استسهلت بقى وحطتها على طول ببتدي بقى أخذ من السمكها عالي بخدها ووزحها على العجينة معي أهم حاجة إن حشوة العجوة ما تكونش يعني كبيرة قوي بس أنت حسب رغبتك حبة طعمة العجوة زيادة بتخليها زيادة حبها قليل برحتك بس هي المفروض إنها تكون مش سمك العجوة عالي قوي فيها لإن زي ما حكيت أنا هلفها رول فهيبقى العجوة حشوتها كتير جواها فهي المفروض تكون أقل من كده شايفين كل ما لقي حتة نقصة من العجوة بجيبه وبوزع عليها وزعي فيها كويس وحتلاقيها معاكي إيه طحفة لما تخلاص تتوزعك تمام ببتدي ألفها الرول هنا بتأكد بس إنه كلها قد بعضها أنا ما حبيتش إني أوقف الكاميرا لازم أوريكوا كل حاجة كده معايا من الأول شايفين هنا ببتدي من الأول بلفها رول وبتأكد إنها مظبوطة شكلها طحفة قوي اللي بحشوة العجوة طبعا مش هلف العجينة كلها لأ ده أنا بس لفتين كده بسيطة وببتدي قطعها بالسكينة على قد المقدار ده مش هلف الكمية كلها ما تفتكروش بقا لأ مش هتبقى مظبوطة لو عملتها كلها مش هتبقى مظبوطة فعلا أنا أخدت تقريبا نص الدائرة العجينة بالعجوة والنص التاني زي ما انتو شايفين كده لفيتم طبعا لو لفتيها كلها زي ما حكيت مش هتستوي كويس والعجين هتبقى جوة مش حلوة لازم بس نص المقدار كده يعني أقصى شيء تلفها لفتين هنا معي جاهزة هبتدي أوريكو هنشكلها ازاي برضو بنفس الطريقة اللي هما بيعملوها بنقطعها كده على شكل سنبوسك كده وبعمل ايه بجيب بقى عندي الشوكة شايفين شكلها وهي ملفوفة رول جميلة قوي آآ بجيب شوكة وببتدي آآ يعني اشكل كده عمل بس اشكال على الوش مش اكتر ده شيء بيرجعلك حابة تعملي الخطوة دي بس انا عملتها زي ما هما بيعملوها بالزبط آآ مش حابة تعملي خطوة الشوكة دي يعني براحتك بس يعني يعني زي ما قلت عملتها زي ما هما بيعملوها برصها طبعا في الصينية آآ طبعا قبل ما نخلص يعني حنخلص الكمية كلها الفرن يكون ساخن معايا اساخن الفرن وبعدين اسيبه على درجة حرارة 200 بحطها الصينية على الرف اللي في النص وبس الاقيها تحمرت من تحت بفتح عليها الشوية تتحمر تاخد لون من فوق جميلة جدا 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 طبعا هخلص بقى الكمية وحوريكم شكلها هنا بقيت حتت عجين عجينة معايا بوريكم نقدر نحشيها ازاي من غير ما نلف الرول وكده بقفلها تقفيل عادية كده حطيت الحشوة زي القرقيش اللي احنا بنعملها في مصر اللي هي بتبقى محشية عجوة كده آآ ممكن يكون الفيديو طول عليكم بس انا بصراحة حابة اشارككم كل تفاصيل الوصفة وما استعجلش ووقف الكاميرا بس انا يعني هو ده حبا في انه تفضلوا معي الوصفة كاملة وتشوفوا انا عملت ايه هنا خلاص جهزتها بقاطعها تقطيع عادية برضو بس الفرق انه انا ملفتهاش رول اهي جميلة جدا على فكرة وطعمها لزيز وريحة الهيل تحفة فيها ايه اضافة الشوكة دي يعني مش عارفة بوزعها في الصينية آآ الخطوة اللي جاية مهمة انه انا بديهنها آآ بيد بيدة معاية وكمان معلقتين حليب معلقتين حليب على البيضة وكمان انا ضفت رشة هيل علشان آآ آآ ريحة البيض انا يعني ما بحبش ريحة البيض قوي بس بحب رشة الهيل دي عليها اي رشة هيل بسيط عشان يعني اتغطي على ريحة البيض وبدهنها بقى بالفرشة آآ بدهن الوش كله وزي ما حكيت بدخلها الفرن آآ على درجة حرارة متين وآآ بسيبها لما تتحمر من تحت وبعد كده آآ بولع الشواية تاخد تاخد اللون آآ بعد كده بوريكم شكلها عامل ازاي هشة ولزيزة جدا جدا آآ قلتلكم صاحبتي بتقول لي حرفيا هي دي الكليتشة العراقية اللي احنا متعودين عليها من ايام ستي الله يرحمها الله يرحمها طبعا وآآ هنا طبعا بعد ما طلعت من الفرن شوفوا معي اللون من تحت ومن فوق هي دي اللامعة اللي في الكليتشة اللي هم بيعملوها بالزبط جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكو متنسونيش بقى باللايك واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وشرفتوني والوصفة جميلة جدا وتستاهل التجربة آآ هتلاقوا نوفا في اي بلد ان شاء الله بتعمل اي وصفة وفي اي مكان كده هتتوقعوها ان شاء الله فلسطينيا هتلاقي عراقيا هتلاقي كل الدول ان شاء الله هتلاقوا الوصفات بتاعتي آآ زي آآ اخوانا العرب ان شاء الله هنعمل وصفات جميلة جدا وسهلة وبسيطة الوصفة جميلة وتستاهل لايك 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 شرفتوني لحضركم الفيديو للنهاية وباي باي واسف على تطويل الفيديو وشرفتوني باي باي اشتركوا في القناة